مريء الصحي دائما من أجل سد الخصاص الذي يعرفه احتياطي بنك الدم بالناظور تم تنظيم حملة للتبرع بالدم كانت من جمع 150 كيس دم كيمية تلبي شيئا ما نصف حاجية الإقليم من هذه المادة الحيوية لأسبوع واحد فهد عزوزي ومحمد حجوب إقبال كبير من نساء مدينة زي للتبرع بدمهن وإنقاذ حياة المرضى نسوة من مختلف الأعمار لبوا نداء الحياة وقدموا إلى مقر دار البر للطالبة بزي لسد بعض الخصاص الذي يعانيه بنك الدم بإقليم الناظور الحمد لله هذه المبادرة زوينة مزيان بلد من الإنسان كل مرة يديرت إعطي الدم لخول مسلم مغرب كامل خصوص يقوم بحالة الحمالات وبحالة التبرعات حملة التبرع من تنظيم الجمعية النسوية لحماية المرأة والثيفل وجمعية المتبرعين بالدم بالناظور والمركز الجهوي لتحقن الدم بوجده اختيار زيو كان مقصودا لكون نساء زيو هن أكثر النسوة تبرعا بالدم على مستوى إقليم الناظور هذه النساء عندهم الرياضة في إقليم الناظور دائما كيكون عندنا أكبر عدد الأكياس ديال الدم كي تكون من عند النساء ديال زيو النساء زيو لحد الآن منذ 11 عام هذه النسخة الـ 11 اللي كانت ضمم معهم دائما المقياس أو الرقم القياسي ديال عدد المتبرعات بالدم ما زال ما تحطمش على صعيد الإقليم من شيء جهة أخرى وفي حصيلة حملة التبرع بزيو 150 كيس دم ينضاف إلى مخزون بنك الدم بالجهة الشرقية وأقليم الناظور حملة ذات بعد إنسان وتضامني فمن أحيا نفسا بقطارات دمه فكأنما أحيا الناس جميعا والنساء دائما مبادرات لذلك سنتوقف في السياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة